اشتركوا في القناة وإيمان صباح الفل صباح نور عليك وعلى كل الناس اللي بتشوفنا النهاردة هنكون موجودين معاكم الحادث 11 صباحا فقراتنا أول فقرة هي فقرة الصحافة اللي بيكون فيها كل المنشطات والأخبار اللي بيكون موجودة في جميع الجرائد النهاردة هتكون مع الكاتب الصحفي الأستاذ عادل إسانهوري وهو مدير التحرير بجريدة اليوم السابع وهيكون معانا فقرة كمان عن نقابة مستقلة للعملين في النظافة والتجميل وحماية البيئة وهيكون معانا المناضل العمالي سيد عبد الراضي عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وكمان معانا فقرة عن المعونة الأمريكية من بعد أحداث ثورة 25 يناير كلنا على طول بنسمع عن أمريكا وقاطع المعونة الأمريكية وهل المعونة الأمريكية مفيدة لمصر ولا لأ وبعد كده سمعنا أن فيه مكلمة جات للمشريطان طوي من أوباما بيسأله إذا كان ينفع أنهم يرجعوا مرة تانية منظمات الحقوقية بس لو ما أتعوش المعونة الأمريكية لو ما أقفلناش المنظمات الحقوقية فعن أهمية المعونة الأمريكية النهاردة هيكون معانا اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الأصباح فيه كمان فقرة معانا مع الأستاذة فاطمة عبد الرحمن هي نائب رئيس تحرير موقع اليوم السابع آخر حاجة بقى مش كله سياسة سياسة وكله الناس مضغوطة قريضي فإحنا بنحاول في نهارك سعيد كده يعني نعمل لكم فقرات ترفح شوية عنكم معانا نهاردة فقرة غنائية مع فادي فريد هو مطرب ومعانا كمان فريد أحمد جاد ده يعني بيعزف على آلة الرئ وهتكون فقرة كده فنية النهاردة بس هم برضو مطربين من الثور فعلا؟ طب بس كويس بس عندنا يعني حاجة فقرة فنية تبقى تلطف الجو شوية ايوة بالضبط كده لازم الناس تبدأ تحاول تخرج من مودل اللي هي الترقب اللي هي عايشة فيه عشان بس ما يحصلش بين الناس عارفة الناس كله ما بتبقى محطوطة جوه الأحداث ما فيش أي حاجة بترفح عنهم لما بتحصل أي حاجة مش متوقعة لو هي أحداث مش سعيدة يعني ناس بتغيز وبعدك كده لازم نكون عاملين زي الشعب اللبناني كده الشعب اللبناني أمس السارة تعملي أه الفكر نفسها عشان الناس دي متعودة يقولك فيه ضرب وإحنا شغالين يعني يومنا ماشي عادي وحياتنا ماشي عادي الأول كانوا زينا بالزبط يعني كنا زمان في أول فاكرين في أول أحداث خالص كنا دايما بنسمع أن بدان التحريف فيه مشاكل ما كانش حد بينزل ولما بدان التحريف فيه مشاكل بس الناس ماكملوا يومنا فإحنا عايزين برضو يومنا يكمل طبيعي وحياتنا تكمل طبيعي وإن شاء الله الأحسن لمصر بإذن الله المكتوب أولا هيكون يعني زي ما بيقول إن شاء الله إن شاء الله يعني 25 يناير وما بعدها هيعدي على خير بس دلوقتي هنبدأ معاكم يومنا وبس بعد الفصل